طب ليه الدولة ما بتاخدش حلول جذرية ورادكالية؟ لأن معروف أن هذه الحلول من شأنها أحياناً أنها غير شعبوية وليها تمن سياسي كبير بيبقى من الصعب على حكومات أن تتحمله وبالتالي بدايماً تحسب الحفاظ على استقرار الدولة بيبقى هاجز كبير جداً قدام أي متخص قرار لكن على المدى الطويل هذا لا ينتج دولة متقدمة لأن اللي بيحصل إن إحنا بندخل بسياسة المسكنات وده ما بيحلش الحلول بيجزرها النتيجة كانت الفترة اللي عانت منه فاضل إفاني أرجع بقى نرجع بس للأيوة من فضلكم ده كان الإصدار الأول في 67 سنة 67 أرجو أن أنتم تتفاهموا كلنا كمصريين إن الكلام ده بيتقال سنة 67 قبل الحال يعني كانت المسألة كلها من 62 تقريباً ل67 أزمة اليمن وتدخلنا فيها أرجو أنتم تبصوا على هذا كلام ده وتقولوا أن هذا كلام ده إيه أنت كان بيتقال على دولة سنة 67 فضل جاءت فترة الإقترابات السياسية وصورات 2011 و2013 وتأثر الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل ويمكن أنني أحبب هنا أخذ كوتس من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 2015 وأرجو حضركم تقرؤهم الذي يقولوا طبعاً يمكن أنني أخذ حتى الجزء الخاص بالصندوق مرت مصر بفترة تغيير جزري فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضاً بالتحديات الكبيرة ومنذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان الاحتياطين النقدي الأجنبي